السلام عليكم ورحمة الله هنشرح النهاردة ميل الخط المستقيم الخط المستقيم زي ما اخدنا فيه تانية اعدادي ان الميل بتاعه بتحدد من نقطتين فقط اللي هي القانون اللي كان بيقول فرق الصادات على فرق آآ السنات هناخد النهاردة ازاي نحدد الميل آآ بالطرق آآ المختلفة اول حاجة عندي اول حاجة عندي في الميل لو انا عندي نقطتين لو انا عندي آآ نقطتين وليكن سين واحد وصد واحد والنقطة التانية سين اتنين وصد اتنين علشان اجيب الميل الميل هنا عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات فرق الصادات على فرق السينات كلام ده يساوي يا اما اقول صاد واحد ناقص صاد اتنين على سين واحد ناقص سين اتنين او العكس صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص ايه سين واحد ما ينفعش اقول بقى صاد واحد ناقص صاد اتنين على سين اتنين ناقص سين واحد ده كده ماش مزبوط النقط اللي ابدأ بيها ابدأ بيها الاحداث اللي هنا انا بدأت بالهداث الصاد في النقطة الاولانية وابدأ بالاحداث السيني في النقطة الاولانية مثال عليها لو انا عندي لو انا عندي النقطة الف اتنين وخمسة. النقطة باء سالب واحد ويه? وتلاتة مثلا. يبقى ميل الف باء او الخط المستقيم الف باء عبارة عن خمسة ناقص تلاتة على اتنين ناقص سالب واحد. تمام? او على طول لو انت رايح لحاجة فيها ناقص فالناقص بتاع القانون آآ تطيرها. تمام? تبقى خليها موجه. يبقى خمسة ناقص تلاتة اتنين على اتنين زائد واحد تلاتة. هيبقى الميل بتاعي هنا تلتين. تمام? آآ مثال كمان لو انا عندي نقطة الف آآ سالب واحد وسبعة ونقطة باء صفر وخمسة. نفس الكلام ميل الف باء عبارة عن ان انا كنت بادئ بخمسة ناقص ايه? تلاتة. انا هبدأ مسلا بخمسة ناقص سبع. خمسة ناقص سبع على صفر ناقص سالب واحد. والسالب في سالب تقاموه جهب وعملها بالمنظر ده. خمسة ناقص سبعة سالب اتنين على واحد يطلع سالب اتنين. تمام? لو جانا نلاحظ هنلاقي ايه الميل آآ موجب مرة وسالب مرة ده بيتبع نلاقيه هنشوفه الوقت في الطريقة الثانية. الطريقة التانية بتقول لي لو انا عندي يبقى لو كان عندي نقطتين بشتغل كده. لو كان انا عندي هنا آآ زاوية قياسها ها مسلا. يبقى الميل عبارة عن ظل الزاوية دي اللي هو زاء الزاوية. يعني ايه بقى زل الزاوية? لو انا عندي شبكة اربعية اهي احكيت الزاوية والميل بتاعي. اولا بحسب الميل ازاي? لو انا عندي اي خط مستقيم? قاطع المحورين بتوعي او قاطع محور. الزاوية اللي بيصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات طبعا ده الاتجاه الموجب هي دي الزاوية اللي انا بحسب منها الميل. تمام? يعني الزاوية دي لو هي مسلا خمسة واربعين يبقى قياس زاوية ها لو كانت بخمسة واربعين درجة يبقى الميل عبارة عن ظل خمسة واربعين بواحد. كلنا عارفنا. تفرض كان زاوية ها مسلا بمية وعشرين. قياس زاوية ها لو كانت بمية وعشرين درجة. يبقى الميل عبارة عن ظل برضو الزاوية. يعني زاوة مية خمسة وتلاتين. يعني بيساوي طبعا انا اخدتش زاوية من دي فبعمل ايه? بقوم اجيء بالقلة الحزبة بتاعتي. واكتب مية خمسة وتلاتين. ويساوي تطلع لايه? سالب واحد. تمام? واجي اعملها بالمنزر ده كده بقى سالب واحد. برضو لو كانت ايه? اي زاوية انا عايزها. مش شرط زاوية ايه? اه معروفة او اللي انا خدتها التلاتين والخمسة واربعين والستين. يعني لو زاوية هاة مسلا بمية وخمسين درجة. يبقى الميل برضو نفس الكلام زاو مية مية وخمسين آآ درجة اهو خان تان مية وخمسين درجة يسالب جزر تلاتة على التلاتة. يبقى ديه سالب جزر تلاتة اللي هو ايه سالب واحد على جزر تلاتة. ده الميل. لو لاحزنا برضو هنلاقي الميل مرة موجب. مرة ايه? مرة سالب. تمام? ايه حكاية الميل الموجب والميل السالب? لو لو لاحزنا بقى الزاوية. الزاوية هنا كانت حادة. الزاوية لو كانت حادة يبقى الميل بتاع موجب. تمام? قيمة موجب. طب لو الزاوية بتاعت قياسها آآ قياسها اكبر من تسعين يعني الزاوية نوع منفرجة. الزاوية المنفرجة هلاقي الميل سالب. طب الشكل ده دي طبعا زاوية حد. وليه يكون ايه? خمسة واربعين درجة. ستين درجة. بنجيب الميل عادي. تمام? وتلاقي ايه شكل المستقيم عامل كده. طب الميل بقى لو كانت الزاوية منفرجة. تعال نشوف. بالمنظر ده كده. لو انا رسمت شبكة تربعية كده بسيطة. هلاقي مسلا لو انا عامل كده. الميل سالب مش معناه ان الخطة قطع في الجهة سالبة. تمام? ايه دي الزاوية اللي بصنعها المستقيم. دايما تلاقي الزاوية اللي احنا بنحسابها ناحية اليمين. ناحية الاتجاه الموجة بنحور السنة المستقيمة اهو. عامل او صانع مع الاتجاه الموجة بنحور السنة زاوية قياسها ايه? مسلا وليكن المية وعشرين او المية وخمسين درجة بتاعتي. دي الزاوية المنفرجة تا. حتى لو كان كده. برضو دي الزاوية المنفرجة ايه? بتاعتي. تمام? ايضا اه لو انا عندي رسمة بالمنزر ده كده. والدالي مسلا الزاوية دي بتلاتين درجة. ازاي يحسب الميل بتاع الخط المستقيم اللي هو لام ده. عايزين ميل المستقيم له. انا عندي دي طبعا دي تساية. دي تلاتين ايه? درجة. تم بقية ستي. الزاوية اللي انا بحسبها هي دي. يبقى الزاوية كامة? مية وعشرين. لان دول متكاملتين خط مستقيم زاوية مستقيم. تمام? او الزاوية ده خرجة عن المسلس بتساوي مجموعة داخلتين. لازم احسبها كده لو. يعني الميل هنا عبارة عن زاو مية وعشرين ايه? درجة. وزاو مية وعشرين بقالة الحزبة. تمام? عبارة عن سالب جزر تلاتة. سالب جزر ايه? تلاتة. كده اخدت طريقتين. ايه لو عندي نقطتين. ولو عندي ايه زاوية. الطريقة التالتة. لو انا عندي معادلة. على صورة الف سين زائد بق صد زائد جيه. يساوي صفر. الميل هنا عبارة عن ايه? الميل عبارة عن سالب معامل سين على معامل صد. معامل سين يعني ايه? الرقم او العدد او الحدود اللي جابها لي قدام السين. ممكن يجيب لي بدل اتنين مسلا هنا. ممكن يجيب لي الف زائد كاف. ممكن يجيب لي اتنين زائد كاف. ممكن يجيب اي حاجة هنا. يبقى سالب معامل سين على معامل صد. يعني سالب الف على بق. مرة جاه في امتحان. وراح طبعا كل الطلبة حفظين. الف سين زائد بق صد زائد جيم يساوي صفر. لا هو قال لهم ازا كانت معادلة المستقيم بق سين زائد جيم صد على ما اتذكر زائد الف يساوي صفر. يبقى الميل هنا بساوي ايه? طبعا كل الناس كتبت سالب الف على بق افتكرت ان هو ايه? دي الصورة العامة. ده يبقى عارف بقى ان ليه النص? القانون بيقول ايه بالزد. مسال على الكلام ده. لو انا عندي المستقيم اتنين سي ناقص تلاتة صد. زائد خمسة بساوي صفر. الميل هنا يعباره عن ايه? سالب اتنين. على اللي هو سالب معامل سي. على معامل صد اللي هو ايه? سالب تلاتة. واشيء للسالب مع السالب بنختصر. يبقى اتنين على تلاتة. طب لو انا عندي معادلة. معادلة تانية. خمسة صد. ناقص سين. زائد واحد يساوي صخر. يبقى الميل عبارة عن ايه? سالب معامل سين هنا سالب واحد. على معامل صد خمسة. سالب في سالب بموجب. يبقى واحد على ايه? على خمسة. طيب لو عندي معادلة على الصورة ده. سين مسلا بمقص خمسة. على صد زائد اتنين. يساوي ايه? تلاتة على اتنين. طبعا ده مش شكل معادلة خطية. باضطر اللي انا اضرب ايه? اضرب معاص. درب تبقى دولي. الاتنين. في سين باتنين سين. اتنين في سالب خمسة بسالب عشرة. يساوي تلاتة فصاد بتلاتة صد. زائد اتنين في تلاتة فستة. انا بس اللي لزامني اود السنات مع السنات وخلاص. بس احنا نعديهم برضو مزبوط. يبقى اتنين سين. ناقص تلاتة صد. ناقص عشرة. ناقص ستة يساوي سفر. يعني دول لو صفينا المعادلة نزبطها كده ونرتب الايه? حدود مترتبة. نجمع دول يبقى سالب ستاشر يساوي سفر. كده المعادلة بقت ايه? ميل المستقيم بتاعي. المعادلة بقت مزبوطة. سالب معامل سين يعني سالب اتنين. على معامل صاد سالب ايه? تلاتة يعني برضو اتنين على ايه? على تلاتة. برضو لو عندي آآ معادلة بالمنظر ده. خمسة سين. زائد نص صاد يساوي اتنين. طبعا يا ام اضرب المعادلة كلها آآ في اتنين عشان اتخلص من الاتنين اللي في المقام. او على طول مباشرة الميل سالب معامل سين يعني سالب خمسة. على معامل صاد نصف وبالآلة الحزبة او بالمجنة يبقى الميل بتاعي ايه? سالب عشرة. طيب المعادلة اللي بتبقى على صورة سين على اتنين زائد صاد على خمسة مسلا يساوي واحد او اي عدد. طبعا عندي طريقتين. يعمل ما اشتغل مباشرة بس نبقى عارفين ان معامل سين هنا واحد على الاتنين. لان كلمة سين على الاتنين دي اصلها نص سين. وصاد على خمسة اصلها خمس صاد. يعني المعامل هنا واحد. يبقى واحد على الاتنين اللي هو نص. يبقى المعامل هنا نص. يعني عليها يقول له الميل عبارة عن سالب نص على خمس. الكلام دي يساوي سالب خمسة على الاتنين. او طريقة تانية. اضرب المعادلة كلها في عشرة اللي هو المضاعف لمين? للاتنين والخمسة. اما اضرب هنا في عشرة عشرة على الاتنين يبقى خمسة سين. اما اضرب هنا في عشرة عشرة على الخمسة فهل اتنين وبقى ليه صاد. يساوي واحد في عشرة على عشرة. يبقى الميل هنا سالب معامل سين يعني سالب خمسة على الاتنين. وده الميل بتاعي. بعد كده من طرق ايجاد الميل اخر معادلة اللي بنحتاجها فيه معادلة الخط المستقيم. لو انا عندي صاد بيساوي ميم سين زائد جين. صاد بيساوي ميم سين زائد ايه? زائد جين. الشرط في هنا شرط عندي. الميل اولا بيجي ازاي? هو الميل هنا بيساوي معامل السي. الميل هنا ايه? معامل السي. بس تحت الشرط. الصاد هنا اللي تبقى مضروبة في رقم يعني ما يفعش يقولي اتنين صاد. مسلا ما لقيش صاد ناقص. ما لقيش اه اي عدد مقسوم عليه الصاد مسلا عن خمسة. لازم تكون الصاد كده واقفة اه لوحدها اللي جنبها لزائد ولا مضروبة في عدد ولا مقسوم على عشان احكم واقوم ايه الميل هنا معامل السي. تمام? المسالة عليها لو انا عندي صاد بيساوي اه تلتين. اه سين زائد خمسة. يبقى الميل عبارة عن اه اتنين على تلاتة اللي هو معامل السي. اه الحاجة طبعا الجيم دي لسه هتتشرح في الحلقة الجيهة ان شاء الله. وهنتكلم باستفاوضة تامة عن معادلة الخط المستقيم دي. تمام? اه بعد كده اه لو انا عندي مستقيمين متوازية. يعني لو انا عندي لام واحد يوازي لام اتنين. استنتج ان الميلين بتاع المستقيمين دول ميم واحد يساوي ميم اتنين. لو ميل الاولاني باتنين على سبعة يبقى ميل التاني باتنين على سبعة. طيب. لو انا عندي المستقيمين لام واحد. عمودي على لام اتنين. استنتج ايه? ان حاصل ضرب الميلين اللي هو ميم واحد في ميم اتنين عبارة عن سالب واحد. يعني ميل الاولاني يساوي سالب واحد على ميل ايه? التاني. يعني احنا اسمنا على الايه? على ميم اتنين. يعني يا استاذ لو انا عندي ميل الاولاني. انا في نفس النقطة دي هين? المستقيمين المتعمد ايه? بتلاتة على خمسة. يبقى ميل المستقيم التاني بايه? طبعا بدل ما تكتب سالب واحد على تلاتة على خمسة اقلب الميل وغير اشارته. اقلب وغير اشارته. يبقى سالب خمسة على تلاتة. طب لو كان الميل الاولاني مثلا باتنين. يبقى ميل المستقيم العمودي. ميل المستقيم العمودي اللي اتنين دي اصلاها اتنين على واحد. يبقى ميل للمستقيم بتاعي سالب نص. طيب يفرد انا عندي الميل عبارة عن آآ تلاتة وخمسة او تلاتة وخمسة من عشر. عشان اقلب دي تمام دي تلاتة ونص يعني على الالة الحزبة تطلع بسبع على ايه? على الاتنين. تمام? اقلبها وغير اشاراتها يبقى ميل للمستقيم التاني بسالب اتنين على ايه? على سبعة. آآ برضو لو انا عندي يجي في امتحان ازا كان لام واحد عمودي على لام اتنين. فان ميم واحد في ميم اتنين بيساوي زا نقط. طبعا انا المفروض حصل ضرب الميلين بسالب واحد. تمام? انا لو كتبت. طبعا عشان اجيب الزاوية يبقى شفت ايه? شفت تاني. انا عندي الناتج موجود. يبقى اعمل شفت تاني. عشان اجيب الزاوية واكتب ايه? واكتب السالب واحد بتاعي يطلع لي سالب خمسة واربية. طبعا انا ما اخدناش زاوية سالبة. يبقى اجمع مية وايه? وتمانين درجة عليه. يبقى الزاوية بتاعته مية خمسة وتلاتين. يبقى زا. اكتب له مية خمسة وايه? وتلاتين درجة. بعد كده نخش على بعض التمارين. عندي هنا مثالين آآ بيقول لي اثبت ان المستقيم المر بالنقطتين. اربعة وايه تلاتة جزر تلاتة. والنقطة التانية خمسة وايه اتنين. آآ جزر تلاتة عمودي على المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها تلاتين درجة. طبعا بجيب من المستقيم الاولاني وليكن اسمه ميم واحد. فرق الصدات. يبقى التاني نقص التاني. على الاولاني نقص الاولاني. يبقى تلاتة جزر تلاتة. نقص اتنين جزر تلاتة. على اربعة نقص خمسة. الكلام ده يساوي. طبعا بالآل حسب او دماغي تلاتة نقص اتنين واحد. يعني جزر تلاتة. واربعة نقص خمسة سالب واحد يعني الميل بتاعه بسالب جزر تلاتة. ميل التاني هنا المستقيم اللي بصنع زاوية قياسها تلاتين. جاب لي هنا زاوية يبقى الميل اقول له زا الزاوية. يعني زا تلاتين. عبارة عن كام واحد على جزر تلاتة. طبعا عشان اثبت اللوح عمودي اجيب ميم واحد في ميم اتنين. حاصل ضرب الميلين يبقى سالب جزر تلاتة في واحد على جزر تلاتة. جزر تلاتة تروح مع جزر تلاتة لاناتج بتاع سالب واحد. اقول له ازا اللام واحد عمودي على ايه? لام اتنين. السؤال التاني. بقول لي ازا كانت معادلة المستقيمين لام واحد ولام اتنين على الترتيب. آآ هما او هي سين ناقص اربعة صاد ناقص ثلاثة عسى وصفر. وصد بيساوي كاف سين زائد خمسة. طبعا لو جينا نلاحظ الكاف هنا ايه? المجهول اللي عايزين قيمة كاف لو كان المستقيمين متوازيين ولو كان متعمد ايه? اول حاجة من جيب ميل المستقيم الاولاني. مستقيم الاولاني ده سالب موامل سين على موامل صاد يعني اقول له ميم واحد عبارة عن سالب واحد على سالب اربعة يعني واحد على الاربعة. ميم اتنين. المستقيم ده زي ما احنا قلنا في اخر آآ آآ طريقة المعادلة اللي على الصورة ايه? آآ صد بيساوي ميم سين زائد جيمي اللي هي ميم الاربعة. آآ الصد هنا وقف الوحدة يبقى الميل هنا معامل مين? معامل السين. يعني ميم اتنين هنا بكاف. يبقى في الحال الاولى لو كان المستقيمين لم واحد يوازي لم اتنين يبقى ميم واحد يساوي ميم اتنين يساوي الربع. طيب لو كان في الحالة التانية المستقيمين متعامدين يعني لم واحد عمودي على لم اتنين يبقى المستقيم التاني اللي انا عايزه اللي هو ميم اتنين اللي هو كاف. يساوي اقلب ده وغير شرطه. سالب ايه? سالب اربعة. او فيه ناس بتقوم ايه لا ايه هضرب داف ده. فانا ما بحبزهاش لان ايه بحصل فيها اخطاء. اقلب وغير شرق احسن. برضو معي مثال تاني هنشوف الوقتي. عندي برضو هنا اه مثالين بيقول لي ازا كانت النقط الف وتلاتة وصفر وواحد واتنين وخمسة. اه تقع على استقامة واحدة. انا عندي تلت نقطة على استقامة واحدة. تلت نقطة تقع على استقامة واحدة. استنتج ان الميل اي نقطتين مع بعض يساوي ميل النقطتين التانيين مع بعض. تمام? يعني انا مثلا لو انا عندي النقطة الاولانية الف وتلاتة هنا. صفر وواحد هنا. اتنين وخمسة هنا. تمام? اه ميل دول مع بعض يساوي ميل دول او ميل دول مع بعض يساوي ميل دول ايه مع بعض? اي نقطتين مع بعض. مش شرط بالترتيب. تمام? لان التلاتة على استقامة واحدة. وملحوظة جميلة جدا النقطة على استقامة واحدة معناها انها مش رؤوس مسلس. يعني لو جالي اثبت ان النقطة دي هي رؤوس مسلس. اثبت ان النقطة دي هي على استقامة واحدة. يعني لو سبت ان ميل النقطتين مسلا اللي في الاول بيساوي النقطتين التانيين. تمام? هستنتج ان دي التلات نقطة على استقامة واحدة. ازا هي ليست رؤوس ايه? اه مسلس. اه نحل بقى السؤال ده ازاي? اول حاجة بس لو انا سميت النقطتين التلات نقطة دول سين وصاد وعين في غرقة الاجابة بتاعتي. هجيب ايه? ميل سين صاد. ميل. سين صاد. على فكرة السؤال كان صفر واحد هي اللي في الاول. تمام? فانا عدلتهم علشان ما اجيبش الالف مرتين. تمام? يعني اجيب ميل سين صاد وميل صاد عين. نعم اللي او كانت في النص اينا الف. ما تجيبش بقى ميل سين صاد. وميل صاد عين والالف تزهر لك مرتين وتعمل لك ايه? اه دوشة شوية في ايه? في الاختصارات. تمام? انا اجيب ميل سين صاد عبارة عن فرق الصادات على فرق السنات يعني تلاتة ناقس واحد على الف ناقس صفر. يعني اتنين على الف. طب ميل صاد عين عبارة عن خمسة ناقس واحد على اتنين ناقس صفر. خمسة ناقس ايه? واحد على اتنين ناقس صفر. خمسة ناقس واحد اربعة على اتنين. يطلع اتنين. طبعا النقط دي على استقامة واحدة يعني ميل سين صاد يساوي ميل صاد عين. استنتج ان اتنين على الف يساوي الاتنين. طبعا البسط بساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام او اضرب مقص عادي يبقى الالف بتاعت بكام بواحد. الحالة التانية او السؤال التاني قصدي. لو انا عندي النقط. الف سالب واحد وسالب واحد وباق التين وتلاتة وجيم ستة وايه? وكاف هي رؤوس مسلس قائم الزاوية في باق. لو انت واخد بالك كلمة قائم الزاوية في باق. يعني لو عندي مسلس قائم الزاوية في باق. الف باق جيم. قائم في باق ميل الف باق في ميل باق جيم بسالب واحد. ليه? لان الف باق عمودي على باق جيم اهو. الف باق عمودي على باق جيم استنتج ان ميل الف باق اللي هو المستقيم الف باق. يساوي سالب اه مقلوب الميل التاني سالب واحد علمية. او حاصل ضرب ميل ده في ميل باق جيم يساوي سالب واحد. هو اجيب باق ميل. الف باق عبارة عن ايه? تلاتة او ابدأ من هنا عاد تلاتة ناقص سالب واحد او اقول سالب واحد ناقص تلاتة على سالب واحد ناقص اتنين. يعني سالب اربعة على سالب تلاتة يعني اربعة على تلاتة. تمام? بعد كده ميل باق جيم عبارة عن كيف ناقص تلاتة على ستة ناقص ايه اتنين. كاف نقص ثلاثة طبعا ما فيش طرح حدوده غير متشابهة ستة مقص اتنين اربعة. انا عارف بقى ان انا هضرب دول في بعض. وساوم السلب واحد. تمانا عندي حاجة تانية. علي اجيب اسبت ده. اللي هو كاف نقص ثلاثة على اربعة. سبت اللي فيه الرمز. وقوم ايلي يساوي وقلب ده وغير اشارته مش هو مستقيمة عمدين. ده ميل العمودي. ميل العمودي عامل ايه? اقلب ده وغير اشارته. سالب ثلاثة على كام اربعة. لحسن الحظ ان ايه? المقامات بتساوي بعض يعني اشارة ربما قص. يبقى اصبح عندي كاف نقص ثلاثة. بيساوي السالب ثلاثة. هوادي ده الجنب التاني. بإشارة مخالفة يبقى سالب ثلاثة زائد ثلاثة. يساوي سفر. بقيمة الكاف عندي بتساوي ايه السفر.